كلمنا عن السياحة العلاجية السياحة طبعا مصر خدت شهرة كبيرة جدا في معالجة فيروس سي عندنا اماكن متخصصة في العلاج كين بقى ابرز الاماكن يعني عندك اسوان مثلا الدفن في الرمال ده بيعالج امراض الرماطيط طبعا عند حضرتك مرسى علم وجنوبا حتى انطقت كمان حماطة دي مناطق شهيرة جدا في علاج الصدفية والامراض الجلدية بنشوف كمان المياه الكابريتية اللي بتعالج كتير من الامراض الخاصة بالجلد او العظام او الرماطيط والى اخره عندنا مناطق الوحات اللي بتعالج الاجهاز التنفسي يعني من خلال الطبيعة بدون عن اي بليوشن او تلوث في المنطقة فبالتالي مصر مليئة بالاماكن الخاصة يعني اسوان فقط لغير؟ لا عندنا ما اسوان وعندنا عدرتك البحر الاحمر لعلاج الامراض الجلدية عند حضرتك كافية هل فيك بلو من السائح نفسه؟ اه طبعا لان احنا بنيجي نقول ايه يعني موضوعين في خط واحد منه ري يجي يتعالج من الامراض اللي عنده وفي نفس الوقت بننظام له ارتور السياحي بتاعه وبالتالي احنا بنيبقى فيه علاقة يعني دايما متوازنة ما بيننا وما بين الطاقم الاطباء والتمريد اللي بيعمل فيه مجال الاسياحة الصحية واعتقد انه عندنا كفاءات من الاطباء عاملة شهرة كبيرة جدا لانه حتى لو جه يتعالج او يكشف حتى في القاهرة او في اي مكان عند اي طبيب هو جاي بره من فلوسه لمصر وبالتالي وصرفها في قلب الدولة المصرية ويعتبر ده احد الدعاء المهمة السياح بقى الاكثر انتفاعا للسياحة في مصر ايه؟ احنا عندنا طبعا جنسيات العالم كله بتيجي مصر لكن بنقول مثلا على رأسهم الانجليز دول العائلين الانفاق طبعا وبيجوا برحلات مباشرة الى شرم الشيخ والغرداء عندنا بعديهم السايح الالماني يعتبر برضو نسبتهم عالية جدا في المرحلة التالتة السايح الروسي بيليهم بعد كده كان الاوكراني بس ظروف الحرب طبعا اصرت على هذا العدد فاحنا استعدنا بالعدد ده من خلال تشجيع السياحة في شرق اوروبا كلها بشكل عام ومنطقة اسكندنافيا اللي هي منطقة السويد والنرويج وفنلندا عندنا منطقة البلطيك دول بلطيك لتوانيا اسطونيا لادفيا اعتقد كل السياحة اللي بدأت نشتغل فيها جهدنا من الدول دي ايضا زودنا كمان موضوع حصة مصر اللي كانت تعتبر مهضرة بالنسبة لنا ومش عارفين نستغل لها من سياحة الاخوت لتعاند بعض الادارات اللي كانت بتاخد حوالي ثلاث شهور عشان تدي موافقة ليه الياخد ان هو يخش في مصر توجهات السيد الرئيس انه في 30 دقيقة يتم الرد عليه عشان يدخل ويتم الاستفادة من حصتنا لان حضرتك عارف حوض البحر المتوسط فيه منافسين جدا سواء ايطاليا او فرنسا او اليونان في جنوب اوروبا فاحنا في مصر نعتبر بدأنا نزاحم ايضا للحصول على حصتنا ونشجحهم وهما الحقيقة بيبقوا حرسين ان هما ييجوا في مصر ان احنا الحمد لله تم انشاء 42 مارسة ومارينة سياحية لاستقبال هذه الياخوت ماهو في الناس